هيا نلاتي نروح زي ما كريم قال مقر جريدة اليوم السابع ومراسلتنا العديدة نورهان تمان عشان نتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع ويعني طبعا صباح الخير في البداية يا نورهان صباح الفل عليك أروح معاك اليوم السابع لأن العنوان مهم يعني فكرة هنا برضو الحديث من قبل سفيرة مصر بيئس نغير ساتة سفيرة لما اتكلمت بتقول المسافة بين مقر إقامة المنتخب والملعب طويلة بسبب قلة الفنادق يعني أهوق فيه برضو بعد مش هقول المشاكل ولكن المعوقات الموجودة ربما اللي هيقابلها يعني المنتخب خلينا نعرف نعرف تفاصيل أكتر ونستفسر منك أكتر يا نورهان صباح الخير يا نورهان صباح الخير يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان هنا زي ما قلت يا نورهان من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم وزي ما قلت يا نورهان دو أول خبر معانا من موقع اليوم السابع طبعا عن منتخب مصر ومباراته الهمة إن شاء الله المنتظرة يوم السلساء المقبل في إياب طبعا المباراة الفاصلة اللي هتحدد إن شاء الله إن شاء الله صعود منتخب مصر لمنديالي 22 المرة التانية على التوالي خلينا نقول المنشط المعانا من اليوم السابع سفيرة مصر بالسنغال المسافة بين مقر إقامة المنتخب والملعب طويلة بسبب قلة الفنادق طبعا زي ما قلت يا نورهان دو أن السفيرة نورهان خدر سفيرة مصر بالسنغال قالت إنه يعني يمكن فيه عدد مش كبير من الفنادق وبالتالي الفندق اللي بيقيم فيه منتخب مصر مش قريب قوي في المسافة من للملعب ولكنها أكدت على إنه قريب من ملعب التدريبات وده برضو شيء إيجابي كمان نفت وجود أي أزمات في ملعب المباراة وقالت إنه كل الأخبار المتدولة عن عدم جهازية ملعب المباراة غير صحيحة وتاني خبر معنا من موقع يلا كورا مثل النموذج الجزائري هل يوجه مصر أو منتخب مصر القضية لمنتخب السنغال يمكن تقرير يلا كورا صلت الدوء على مواجهة السنغال ومصر طبعا زي ما قلنا الفاصلة يوم السلساء المقبل طبعا بعد فوز منتخبنا هنا على استاد القاهرة يوم الجمعة الماضي بهدف دون رد يمكن كمان تقرير يلا كورا قال إنه هل يوجه منتخب مصر القضية لمنتخب السنغال مثل منتخب الجزائر في نهائي كأس الهم الأفريقية في 2019 واستدل تقرير يلا كورا على مواجهة السنغال والجزائر في دور المجموعات وإنه الجزائر كانت كسبة السنغال بهدف دون رد في طبعا المباراة اللي كانت ما بينهم وتقرير يلا كورا بيقول إنه منتخب مصر إن شاء الله يستعد لتوجيه القضية لمنتخب السنغال ويكفي التعادل فقط في المباراة القادمة ولكن يعني طبعا لو سجلنا هيكون أفضل ومن موقع الشرق الأوسط الأرجنتين تحافظ على سجلها خالي من الهزائم وتتخطى فينزويلا في تصفيات المونديال سجل النجم اليونال ميسي هدف في فوز منتخب الأرجنتين أمس على نظيره فينزويلا وفي المباراة اللي انتهت بفوز الأرجنتين بثلاث أهداف مقابل لا شيء وطبعا ده عزز صدار يعني عزز يعني صعود منتخب الأرجنتين اللي كان معروف سابقا إنه هو نجح فيه التأهل للمونديال 2022 ولكن المباراة كانت تحصيل حاصل أما آخر خبر معنا فمن موقع روسيا اليوم فوز أساتير برشلونة على أساتير ليفربول بهدفين مقابل الهدف وده طبعا كان داخل أنفلد وكمان خلينا نقول لكم أنه طبعا فيه نجوم كانوا أمس كانوا وحشونة جدا لنجوم ليفربول ونجوم برشلونة فيه مباراة خيرية أقيمت مساء أمس بين ليفربول وبرشلونة على ملعب أنفلد فاز فيها فريق برشلونة بهدفين مقابل هدف يمكن الهدف الوحيد اللي سجلوا ليفربول هو النجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد بينما الشوت الثاني نجح البرازيلي ريفالدو طبعا النجم البرازيلي نجم برشلونة السابق اللي كلنا بنحبه ويمكن طبعناه فيه طبعا مباريات كتير جدا قبل اعتزاله يعني هو الأضاف الهدف الثاني لفريق برشلونة من ركلة جزاء دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابق شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الستوديو تخطي منك يا نورهان كالعادة أكثر من رائعة نشكرك عليها جدا جدا شكرا جزيلا